من التفاوض والبحث عن المشترك إلى التنازع والسعي لحشد أكبر عدد من الحلفاء هكذا تبدل الحال على صعيد العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا بعد سبع سنوات من التفاوض على عملية بلء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي فبخيارات القوة الناعمة لكسب تأييد الخارج والتلويح اضطرارا بنظيرتها الخشنة لطمأنة الداخل تمضي مصر مستندة إلى التحركات الأمريكية وعلاقاتها العربية والدولية في تسجيل نقاط في معركة حقوقها المائية في ظل تنام قلاقها من تكريس وضع السد والمساس بحصتها من نهر النيل معركة دبلوماسية تكشفها تحركات وفود البلدين كل في محيطه بدأتها القاهرة بقرار الجامعة العربية واتبعتها الخارجية بجولة لسبع دول عربية وعدد من دول أوروبا لإجبار إثيوبيا على اتخاذ خطوات للوراء والتوقيع على اتفاق واشنطن التحرك الدبلوماسي المصري قابله تحرك إثيوبي مضاد على الصعيد الأفريقي والأوروبي أيضا بعد عملية تصعيد إعلامي وعسكري من جانب أديس أبابا عبر رئيس الأركان الذي تحدث من موقع السد عن جاهزية بلاده للتصدي لأي اعتداء عسكري عليه والرد بالمثل حرب كلامية بين مصر وإثيوبيا يغذيها النظامان على مدار الأيام الماضية في محاولة من كل طرف للضغط على الآخر بينما تكشف الكواليس في أوروبا عن تمسك كل طرف بالمفاوضات واستنفاذ جميع الطرق الدبلوماسية والقانونية ورغم رهان النظام في مصر على تحقيق تقدم في موقفه عبر هذه التحركات تبدو النتيجة معروفة وفق مراقبين بأن هذا الحراك لا يستطيع إنهاء الأزمة إنما يمثل في المقابل خيارا استراتيجيا بالنسبة لأديس أبابا التي استفادت دائما من مرور الوقت لفرد سياسة الأمر الواقعي وتكريس مشروعها على روافد النيل